مرحبا برج الحود اهلا فيكم في قراءتك العاطفية شهر يونيو هو شهر ستة القراءة رح تنطبق على الطالع والشمسي وايضا القمري واسويها هالمرة باسلوب المرايا انت على هاي الجانب او الحبيب والشريك على الجانب المقابل ولكن اذا حسيت ان القراءة عكسية فاعكسها وخذ الجانب لتحسي ناسبك رح ابتدي بجانبك يا برج الحود هذا كارتك وطلع فيه الطاقة العامة وهذه هي الطاقة الفرعية الفترة القادمة دعنا نشوف جانب الشريك الطاقة العامة للشريك وطاقة الفرعية وشلون طاقتها تقابل طاقتك وشنو رح يعني هالشي لعلاقتكم مثل ما تشفت اول كارتين قلب هو كارتك الخاص برج الحود لما نشوف كارتك الخاص يطلع على جانبك من القراءة معناته يدل على اشياء كثيرة ايجابية معناته برج الحود اصبح مدرك لحقيقته اصبح يدرك شنو اللي يستحقه شنو اللي راح يقبله في حياته وشنو اللي ما راح يقبله هذا الكارت لما يطلع عندك ينم عن نضوج لان كارتك الخاص واذا كان في اي غموض يحيط فيك او اي اسرار انت تحاول انه مولك اللي يعرفها عنك اول باول فهو متعمد وراء حكمه وراء استراتيجية انت قاعد ترسمها دعنا نشوف الشريك الصبر كأنه ما في امور انت طاقة شوي ممتعة وفي امور انت مو مستعد لحد الان ان تخبر عنها الشريك امور خاصة بالبيت مثلا بعلاقاتك مع الاصدقاء فيها خصوصية شوي واخبار ما تبي الخبر ينتشر شريكك متفهم عندنا كارت برج القوس التمبرانس او التعادل والتوازن مستعد انه ينتظر مو مثل باقي الناس فكأنه مهني الرسالة لك انه شريكك مو هو الشخص اللي لازم تقلق بخصوصة لانه مو هو الشخص اللي ينشر اخبارك نعم من حقك انه تخفي اخبارك ونفسك عن الناس اللي ما يستحقونك عن الناس اللي خذلوك ولكن شريكك في الفترة القادمة لو اوه هو مثلا اخطأ عندك كارت تقول مستعد انه ينتظر لحد ما انت تكون مستعد عشان تتكلم معاه بموضوع معين او تتواجه معاه وتحطون النقط على الحروف مو مستعجل شريكك ومتفهم طاقة التفاهم ومتقبل الثام جميلة الطاقة ولكن كأنما انت هنا في غموضك ابتعد عن كل الناس او فقدت ثقة باغلب المحيط مو فقط بالشريك فعشان تدي صايرة ردة فعلك عامة من ضمنهم الشريك خلنا نشوف طاقتك الفرعية الكوب الصغير لحد الان يا برج الحوت الطريق الى قلبك هو بالمعاملة اللطيفة هذا هو الطريق الى قلبك يعني انت لا تطلب الكثير فعلا لا من هذا الشخص ولا من الاخرين لحد الان كلمة بسيطة ضحكة اسلوب جميل هو اللي يقدر هذا هو السر اللي انت تخفيه عن الشريك اللي هو ما يعرفه لحد الان في هاي الكرت توازن قاعد يحاول يكتشفه يحاول يكتشفه ما هو الطريق الى قلبك الاسلوب اللطيف الاسلوب المضحك الاسلوب الممتع الطيبة والمعاملة خلنا نشوف الساحر الساحر طاقة برج الدلو عندنا هنا ايضا برج الحوت شركك يأخذ الامور بشكل جدا جاد فوق ما تتصور انت تعطيه اشارات او طعم تريد ان تعطيه طعم عشان يعرف الطريق تدل على الطريق فيه مساعدات فيه مساعدات تحاول تغششها او تعلم على الطريقة ولكن هو لانه ما اخذ الطاقة بحماس كبير وما اخذنها بطريقة جادة حيث ان انا ظاهري نعم انتظر ولكن فعلا هو مجرد يعني انت ما قفلت الباب انت مجرد اغلقت باب معين شريكك اخذ الموضوع بشكل جدا جاد يحسب ان انت اغلقت الباب وقفلتها بألف قفل ورائك عشان تلي يبيعطي الموضوع فترة هو هني يطلب الانتظار يريد تايم اوت او وقت مستقطع عشان نحط الموضوع كله تحت المجهر ولكن اللي اتشوف انه ما يستدعي ترى من جانب شريكك اوهو ما اخذ ما اخذ ردة فعل رسمية اكثر من اللازم هذا كرت برج الدلو خلنا نشوف راح يكتشف ما هو الطريق الى قلبك وافضل اسلوب واسهل اسلوب انت قاعد تراوي اسهل اسلوب هو قاعد يختار الطريق الصعب طريق التحدث بلغة العقل فارس السيوف انت راح تحاول ان تفهمه بلغته الخاصة قلت لك قاعد تتعامل مع شخص هوائي ميزان جوزاء ذلو راح تحاول ان توصل للرسالة بما ان عندك فارس وهي الفارس حامل الكتاب اتوصل للرسالة بالاسلوب اللي هو يفهمها هذا هي الرسالة لك هذا هي النصيحة لك من التاروي دام انه هو ما فهم لغة الكلام المعسول والاعجاب والمبادرات اللطيفة كل ما باللغة اللي يفهمها لغة الوضوح لغة السيوف هي اللغة الواضحة لغة اريد ان اكلمك في موضوع واحد اثنين ثلاثة من التصرفات ما عاجبتني واحد اثنين ثلاثة من التصرفات عاجبتني انا مستعد امشي معاك في هاي المرحلة هل انت مستعد تمشي معاك في المرحلة محتاج الوضوح شريكك لانه قاعد تتكلم معه لغة يحاول بس مو متعود انه يتكلمها انا عندنا هنا طاقة المياه وهو اقرب شي بالنسبة لطاقة المياه شريكك طاقة النار طاقة برج القوس تظل في النهاية وان كان فيها مياه طاقة نار ما يعرف ما يعرف كأنه ما تعود على الجفاف والرسمية فانت حاول اذا ما قدرت تتلينه حاول تتكلم معه باسلوب العقل انزل خلنا نشوف ما الذي يقابل فارس السيوف تسعة الاخصان وايد تعود تعود لفترة طويلة على اسلوب معين شريكك تعود على الرسميات تعود على الاسلوب الجاف او حتى الخذلان لذلك ما يستطيع انه يثق بالناس بسرعة على طول من انت تتكلمها هذه طاقة برج الحوت لما يكون سعيد يكلم الناس باسلوب لطيف يكلم الناس باسلوب حبوب هذا الشخص على طول شريكك يحلل الموضوع انه مثلا انت لك مصلحة معاي او احد يريد ان يتمصلح ورائه لماذا لان هذا تعلم او مر بمواقف علمت ان دائما الاشخاص لما يكلمونك باسلوب لطيف معناته يريدون من ورائك مقابل نعم اوقات كثيرة يكلمونك باسلوب لطيف عشان يفتحون معاك موضوع اخر فعشان تضيح حط شريكك هذا الجدار هذا الجدار بينه وبين الكل ان لا اريد لا اريد كلام لطيف ولا اريد معاملة لطيفة لان كلكم تبون شي مني كلكم محتاجين شي مني لان انا الساحر انا الشخص اللي اقدر اسوي المستحيل احتمال ان شريكك يملك حرفة معينة او مهارة جدا صعب ان تلاقيها في بلد او في مجتمع متميز متميز فتعود على استغلال الناس له من سن صغير فلما حين اتاك على سن ناضج طبيعي ان يظل يفكر هذا التفكير السيئ عن الكل ولكن مهمتك انت ان تكون فارس الفتح هذا الفارس الفرصان يفتحون منطقة جديدة شون تفتح معاه لا تكلمه بلغة الكلام اللطيف في الفترة القادمة تكلمه بلغة العقل اوكي مثلا لو انا اريد اتمصلح من وراك شلو مثلا راح اتمصلح من وراك اموال لا اريد اموال سكر عليه البيبون اغلق الثغرات اللي بينك وبينها اتمصلح من وراك مثلا بسبب المنصب انا منصبي اراه في عيني افضل من منصبك مثلا حاول ان تغلق الوساوس اللي عند هذا الشخص لانه قاعد اشوف خلف هاي المظهر الرسمي انسان جدا طيب تم استغلاله على مده سنين طويلة لذلك عنده هاي ردة الفعل عندك ايضا طاقة النار ام 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 الاخصان الصغيرة مقابلها ملك النار اوكي تحتاج شيء او مهارة اخرى مع هاي الشخص مهارة الانصياع ولكن مو الانصياع الحقيقي لا تمثيل الانصياع تمثيل ترفع ترفع الراية البيضاء ولكن ترفعها بنية طيبة ما ترفعها عشان فعلا تكون ذليل عند احد لا تسمح لشريكك انه هو يكون ملك النار هذا الشخص يحب انه يدير المشاريع ويخطط مثلا يخطط لرحلة لزواج يقسم المهمات اعطى الحرية انه هو يقوم بهاي المهمة في امور هو متمكن فيها عندنا طاقة الحمل القوس الحمل القوس والاسد هنا وطاقة برج الدلو القوس تكرر مرتين هنا عندك هنا الغصن الصغير معنات انا اسمح لك انك تقوم بهذا الدور الكبير مو لاني فاقد القدرة ولكن لان انت تحب تقوم بهذا الدور هذا الشخص راح اعطيك له مفاتيح مفتاح الاول انا تكلمه بلغة العقل مثل ما قلت لك لغة السيوف المفتاح الثاني انه تخليه يقوم بالمهمات الصعبة او حتى تخليه اللي بادر تعطيه حرية الانجاز يعني حتى لو انت هناك كأنما مو محتاج لمساعدته دائما اطلب مساعدته اشلون انزل البرنامج الفلاني اشلون احمي مثلا كمبيوتري من الفيروسات اشلون اذهب الى المكان الفلاني اسرع طريقة هذا الشخص عشان يثق فيك دائما اذهب له من اجل النصح ودائما اتبع معه اسلوب انا احتاج مساعدتك انا اثق بنصحك وارشادك راح تشوف مننا نتائج مبهرة اذا اتبعت معاه هذا الاسلوب قلتلك متعود على طاقة النار والهواء خلنا نشوف شلون الامور راح تمشي معاكم الى نهاية الشهر شلون راح توصل الامور برج الدلو خلنا نشوف شلون الامور ناديتك برج الدلو خلع نهاية الشهر ناديتك برج الدلو مرة أخرى سوري برج الحوت يمكن أنك تتعامل مع برج الدلو أو في تدخل من برج الدلو في الطاقة عندنا هنا كرت البرج هذا كرت برج العقرب سقوط البرج بالضبط تغيير شامل في أسلوبك مع هاي الشخص وإن كان هنا تحاول تكتشف أفضل أسلوب عشان تحصل على النتائج مع هاي الشريك لازم يحتاج إلى تغيير شامل سقوط البرج اختلاف مليون في المئة في وجهة نظرك بخصوصة حان الوقت حان الوقت أنك تتبع أسلوب جديد يسقط البرج تصير عندنا أرض جديدة مستعدين أو نقدر نبني فيها بناء جديد لازم تغيير تغيير شامل في أسلوبك معه مثل ما نصحتك ثمانية الأكواب راح تساعده تساعده أنه يرى الأمور من منظور مختلف راح تساعده أنه يرحل عن ثمان الأكواب هنا تساعده يرحل عن مخاوفه عندنا أيضا طاقة الأكواب هي طاقة الحوض السرطان وأيضا العقرب هذه كارت برج العقرب تساعده أنه يرحل عن أمور عن تجارب مر فيها بالماضي ولحد الآن متعلق فيها متعلق بالتجربة نفسها وقعها النفسي عليه الأثر النفسي لحد الآن موجود عن شريكك باستعمالك هاي الأسلوب اللي نصحتك فيه راح تساعده أنه يرحل نفسيا وفعليا حتى عن هاي الطاقة عزيزي برج الحوت هذه كانت قراءتك العاطفية لمنتصف شهر يونيو أتمنى لكم كل التوفيق انتظروني في قراءة العامة لشهر يوليو وهو شهر سبعة شكرا